37 شهيدا من بينهم ثلاثة أطفال وسبع نساء حصيلة تضاعفت لضحايا قصف الضحية الجنوبية في بيروت أمس الجمعة يضاف إليهم نحو 70 جريحا اثنان منهم بحالة حرجة وفقا لوزارة الصحة اللبنانية وعن تبعات الهجمات اللاسلكية أعلن وزير الصحة فراس الأبيض ارتفاع عدد شهداء تفجيري ثلاثاء والأربعاء إلى تسعة وثلاثين ما يرفع مجمل أعداد ضحايا الاعتداءات على لبنان منذ يوم الثلاثاء الماضي إلى 76 شهيدا وكان حزب الله نعى في بيانات متلاحقة 15 عنصرا من عناصره على رأسهم مسؤول العمليات القيادي إبراهيم عقيد سياسيا قال وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب إن استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان قد يؤدي إلى حرب إقليمية طاحنة وغير مسبوقة واصفا إسرائيل بالدولة المارقة التي تستخف بالشرعية الدولية من جانبه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أكد أن الأولوية الملحة هي وقف مجازر إسرائيل مطالبا بموقف دولي عاجل وواضح حتى الآن الحصيل حتى هذه اللحظة لهذه الضربة هناك 31 شهيد أو شهدي من بينتهم 3 أطفال أعمارهم 6 سنوات 4 سنوات و10 سنوات وكذلك بينتهم 7 نساء شهداء اللي سقطوا بينتهم 3 سوريين ولا يزال هناك عدد كبير من الأشلى وبعيد قصف الضحية الجنوبية تلاحقت غارات الاحتلال على قرى وبلدات جنوب لبنان حيث شن طيرانه هجمات مكثفة وعنيفة على مرتفعات جبل الريحان ومجرى نهري الخردلي والليطاني وصولا إلى مرتفعات البقاع الغربي كما استهدف طيران الاحتلال منطقة وادي حامول وبلدات مارون الراس ومركبة والعديسة ورب 30 بعشرات الغارات الجوية في المقابل أعلن حزب الله استهداف موقع جل علام بقذائف مدفعية في وقت دلعت فيه حرائق في الجليل الأعلى جراء سقوط عدد من الصواريخ هناك كذلك استهدف الحزب وفقا لبيان لاحق ثكنتين زرعيت وبيريا ومركز استطلاع في ثكنة راموت بصواريخ الكاتيوشا مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة وكان حزب الله أعلن تنفيذه أمس الجمعة 16 عملية عسكرية ضد مواقع وتجمعات جيش الاحتلال وإلى قطاع غزة الذي شهد مجزرة جديدة بحق النازحين في مدرسة في حي الزيتون جنوب مدينة غزة ما أدى إلى ارتقاء 22 شهيدا وإصابة أكثر من 30 جلهم نساء وأطفال وأقرى جيش الاحتلال باستهداف المدرسة زاعما أن حركة حماس تستخدمها كمجمع قيادة لتخطيط وتنفيذ عمليات ضد قواته وفي استهداف آخر أعلنت وزارة الصحة استشهاد خمسة من موظفيها وإصابة آخرين جراء استهداف مخازن الوزارة في منطقة مصبح جنوب قطاع غزة وخلال الساعات الماضية قصفت قوات الاحتلال بالمدفعية منازل في حي الزيتون ومخيم النصيرات وخيام نازحين في خان يونس كما نسفت مباني سكنية في مدينتي غزة ورفح ورصدت الصحة في القطاع 12 مجزرة خلال آخر 72 ساعة رحض حيتها 119 شهيدا وأكثر من 200 مصاب وبذلك ترتفع حصيرة ضحايا العدوان الكلية إلى 41 391 شهيدا إضافة إلى نحو 96 ألف جريح منذ السابع من أكتوبر لسه دوبي بقوت الضار إلا يعني نزل صاروخ استشهدت في إمني أختي أخوي أخواني لتنين مش منطقة أمنا لا في دائر ولا في حان يونس ولا في أي منطقة في قطاع غزة نحن شعب نستهدأ بأكمله حكاها من أول يوم نتنيا قال يرحلوا من هذه البلد بلدنا إن شاء الله نايمين ما بيش أي إشي صابق إنذار ولا أي إشي أنهم يبلغوهم يخلوا البيت قصفوا البيت عليهم كل اللي في البيت استشهد ما ضل جوه لا واحد أدان الأردن بأشد العبارات الاستهدافة العدوانية الممنهجة للمدنيين ومراكز إيواء النازحين في قطاع غزة وطالب المجتمع الدولي بردعه وأكدت الخارجية الأردنية في بيان رفض المملكة المطلق لانتهاكات الاحتلال المستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاقية جينيف بشأن حماية المدنيين وشددت الخارجية على ضرورة حماية المدنيين والمنشآت الحيوية التي تقدم الخدمات الأساسية للفلسطينيين والمرافق الإنسانية ومراكز الإيواء وأجددت دعوتها للمجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن إلى اتخاذ خطوات فورية وحازمة لوقف جرائم الحرب في القطاع مؤكدا أن الصمت الدولي يشجع الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار بجرائمه يوما بعد يوم تزداد الأوضاع على كافة الصعود صعوبة في القطاع المنكوب خاصة وأن الحصار المشدد يحول دون وصول الإمدادات الطبية إلى السكان الذين يعانون المرضى والجوع والقهر أقف بجوار مبنى الصيدلية الخاصة بمجمع ناصر الطبي حيث من المفترض أن يأتي المراجعون هنا لأخذ أدويتهم اللازمة لتلقي العلاج ولكن لا أدوية موجودة داخل مستودعات وزارة الصحة أو حتى في صيدلياتها ومرافقها العامة مما يؤدي إلى أزمة حقيقية تحدق بالمصابين والمرضى عدد الإصابات الكبير أحدث خللا في المنظومة الصحية جراء نقص الأدوية مؤمن مطر هو واحد من الشبان الذين أصيبوا خلال هذه الحرب واليوم يعاني من نقص الأدوية اللازمة لحالة أمومن الحمدل على سلامتك أنا بدي تحكي لي أنت شو النقص اللي عندك أنا بكتبوا لأدوية في المستشفى أروح أجيبها من بره مش موجودة لا بره ولا في المستشفى زي المسكنات اللي بتخفف الألام أنا بصير عندي مع الإصابة ووجع في رجلي ألام شد زيك ما بلقيش المسكنات اللازمة ونحتاج كمان ملينات عشان تسهل عملية تتسير لمعاء في البطن ليست أدوية معقدة أو لحالات معقدة طبيعة الحال هذا الأمر يلقي بظلاله على المنظومة الصحية هنا معي الدكتور محمد الهور دكتور محمد أنت تتابع مؤمن وغير مؤمن هناك نقص حتى فيما يتعلق بالأدوات البسيطة أو المعدات البسيطة الشاش الغير على الجروح مش متوفر له بنسبة 3% هل قيت في المستشفى في مرضى اللي بيجي باليومين ما بيتغيرو له مع الجرح بسبب أنه ما فيه ما فيه هو الشاش اللي هو إشي بسيطة هو شاش تغيير على جروح هييفترض أساسيات وموجودة حتى في كل بيت ديه أساسي هذا يكون متوفر للشاش هذا نظرة أن النقص أو الشح الموجود بأدل للتهاب في الجرح الموجود وبفاقم الحال الموجودة هناك نسب ممكن نحكي فيها؟ فيه عندنا نسب صحيح في الأيام السابقة صار أن أغلب المرضى بعد ما يتم خروجهم من المستشفى برجع أنه هو دخول تاني على التهاب في الجرح ما فيه متابعة برة خارجي لأنه ما فيه شي شاش متوفر برة حتى أو جوة في المستشفى فبيلجأ أنه تاني مضطرين أنه خليط نيومين وثلاثة الغيار مسكر لأنه ما فيه هو شاش متوفر ما تفتقره وزارة الصحة في مستودعاتها وصيدلياتها من أدوية ينطبق كذلك على الصيدلية الخاصة هذه صيدلية بسيطة هنا للصيدلانية دعاء المصري دكتورة هناك نقص في الأدوية بدي تحكي لي عن شو أكثر الأدوية نقصا سواء لأصحاب الأمراض المزمنة أو حتى للمرضى العادي حرفيا في مجال القطاع الخاص التابع لوزارة الصحة هناك نقص حاد في الأدوية خاصة البديهية من المسكنات من شريط أكامون في شبا الصيدلية وهذه الأدوية التي يحتاجها المريض ذو المرض اللحظي وذو المرضى المزمن إضافة إلى ذلك أدوية الأمراض المزمنة لمرضى السكر لمرضى الكانسر والكيموترابي أيضا غير متوفرة المرضى يعانون وبشدة من أوجاع لا تحتمل العلم كله يقول أن هؤلاء المرضى بحاجة إلى هذه المسكنات وبصورة عاجلة ولكن الاحتلال يقف دون ذلك لا يجدون العلاج المناسب لا في الوقت المناسب ولا في المكان المناسب دكتورة إذا ما رأينا الصورة خلفك هناك أدوية موجودة تمام ولكن بدي تشرحي ليه هل هاي الأدوية تلبي يعني حاجة كل المرضى للأسف هذه الأدوية لا تلبي كل الاحتياجات يعني إحنا وصلنا لمرحلة أنه نلاقي المضاد الحي بس منلاقيش المسكن فبالتالي توفر أدوية موجودة بالسوق لكن مش لكل المرضى يعني الأدوية أصبحت تتراكم لمرضى معينين غير قادرين على تلبية باقي رشدة الدواهم بطبيعة الحال الأزمة ليست حديثة هذه الحرب بل ممتدة منذ سنوات طويلة لأن الاحتلال الإسرائيلي يرفض إدخال كل الأدوية لازمة إلى القطاع مما يدفع منظمة الصحة العالمية وكذلك مؤسسة دولية أخرى للمطالبة بإدخال الأدوية أو حتى على الأقل إخراج المرضى والمصابين للعلاج خارج قطاع غزة غزة العلول من قطاع غزة رؤية وفي تصعيد الضفة الغربية جددت قوات الاحتلال اقتحامها لمدينة جنين وداهمت عددا من المنازل وسط اندلاع اشتباكات عنيفة مع المقاومين الذين تصدوا للاقتحام كتيبة جنين في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي قالت إنها تخوض اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال المقتحمة في محاور البيادر والحي الشرقي في المدينة وتمطرها بصليات كثيفة من الرصاص وفي عمليات اعتقال توزعت على محافظات الخليل وجنين وقلقيليا والقدس اعتقلت قوات الاحتلال عشرين فلسطينيا على الأقل من بينهم أسرى سابقون وبلغت حصيلة معتقل الضفة الغربية أكثر من عشرة آلاف وثمانمائة معتقل منذ بدء العدوان على قطاع غزة نظم فلسطينيون مسيرات في مدينة رامالله نصرة للبنان وشعبه عقب الهجمات الكبيرة التي تعرض لها خلال الأيام الماضية ورفع المشاركون لافتات عبروا فيها عن غضبهم من جرائم الاحتلال في لبنان وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة وأكدوا أن حكومة تل أبيب لا تريد إلا القتل وتريد تكرار ما حدث في قطاع غزة في لبنان وأبدى المشاركون ثقتهم في المقاومة وقدرتها على التصدي لعدوان الاحتلال في ظل ما يشهده المقدسيون من إجراءات عقابية وتضييقات غير مسبوقة تشمل كافة مناحي الحياة لجأت بعض النساء إلى ابتكار وسائل دعم ومساندة لعائلتهم في سبيل دفع غرمات أبنائهن في السجون الإسرائيلية منذ اندلاع معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر المنصر أطلق الاحتلال العنانة لنفسه للانتقام من المقدسيين بشتى الأشكال والطرق فأعاد فتح ملفات سابقة وفرض غرامات مالية باهضة على العائلات وحول عدد كبير من الشبان للسجن فتوقف مصدر رزق العائلات ما دفع بعض النساء كالناشطة فاطمة خضر للاعتماد على نفسها لمساعدة عائلتها يعني احنا منقلع شوكنا بإيدنا رياضيات الكودس والحمد لله رب العالمين واحدة تاني اشي بالنسبة لظروفنا السياسية كمان الناس كل شبابنا كل ولادنا فتحوا ملفاتهم عليهم غرامات عليهم التأمين الوطني عليهم كتير صحاب الحياة عندنا بالأودس فاحنا جنبا إلى جنب مع ولادنا مع بناتنا اللي نقدر نعيش ونوقف عائجرينا احنا ما رمنا نوقع بإذن الله تعالى احنا منح الأرض وحنا الزتون والزيت والزعتار وحنا أصحاب الحق بهذه الوطن فلازم نكون على واقفين عائجرينا المرأة والبنة والشاب والمسن كلها نكون يديا وحدة ولأن الاحتلال يحارب الفلسطيني في كل تفاصيل حياته يحرم أصحاب المشاريع الديادية من إمكانية عرض المنتجات في أماكن خارجية فاضطرت فاطمة ومن معها لاستئجار قاعة بمبلغ باهظ داخل فندق لأنه إحنا هون لازم نرخص إذا بنعمل معرض صغير تيجي الشرطة علينا بتخليبنا بتأخذ بالصادر بتعتقل أغراضنا أنا بقولي اعتقال اسمه زي ما بيعتقلوا البناء عدمين فبيأخذوا تطريزاتي بيأخذوا حطاتنا بيأخذوا غراضنا ممنوع الواحد يجي واقف بسطة زي عند اليهود إلا لازم نرخص وهذا اسمه تطبيعي وإحنا أهل أهل البلد نروح نطبع ونروح نرخص لبازار يمكن نبيع يمكن ما نبيعش حال فاطمة كحال العديد من النساء المقدسيات حرمهن لاحتلال حق الصلاة بالمسجد الأقصى منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة إذ كان عشرات الجنود يلاحقونها في البلد القديمة لمنعها من دخول الأقصى وتم اعتقال أبنائها وملاحقتها بإجراءات عقابية لإجبارها على الرحيل من العاصمة المحتلة قصرا من مدينة القدس المحتلة آية الخطيب رؤية صرح الرئيس الإيراني مسعود بسشكيان بأن قوة بلاده العسكرية الرادعة وصلت إلى مستوى بحيث لا يمكن لأحد أن يفكر بالاعتداء على أراضيها مؤكدا أن الوحدة في العالم الإسلامي وحدها تمنع إسرائيل من مواصلة جرائمها في المنطقة وخلال عرض عسكري للجيش الإيراني بمناسبة الذكرى السنوية لاندلاع الحرب مع العراق قال الرئيس الإيراني إن طهران تمد يد الصداقة لجميع دول الجوار في سبيل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها بالتوازي مع تجديد إيرانا لوعيد الانتقام من تل أبيب إلى ذلك كشفت طهران عن صاروخها الباليستي جهاد الذي يعمل بالوقود السائل ويحمل رأسا حربية شديدة الانفجار قابلة للانفصال ويصل مداه إلى ألف كيلومتر عقب موجة جدل ملف تطوير المناهج والتعليم في الأردن أكد المركز الوطني لتطوير المناهج بأن النسخة الأولى من إصداراته هي نسخة تجريبية قابلة للتطوير والتعديل وفقا لملاحظات المجتمع والميدان التربوي ولا يكتفى بطبعة واحدة بل تتوالى الطبعات على مدار الأعوام الدراسية لغايات التحسين والتجويد وأوضح المركز في بيانا صحفي أن عملية إنتاج الكتب المدرسية تمر بمراحل متعددة من التطقيق والمراجعة والاعتماد تبدأ بتأليف مخطوطة الكتاب على أيدي مؤلفين من أبناء الوطن يعملون وفقا لمعايير علمية وتربوية وقيما وثوابت وطنية ودينية ومجتمعية راسخة ولا يخضعون لأي نوع من الضغوطات أو الإبلاءات وحول ما يشع عن تجاهل الكتب للرموز الوطنية الأردنية أكد المركز أن هذا الأمر غير دقيق وأن الكتب مليئة بحجد كبير من رموز الأردن وأبنائه وسيرهم وفيما يتعلق بمبحث التربية الفنية بين المركز أنه ليس مبحثا مستجدا بل هو مبحث قديم يدرس للطلبة منذ عشرات السنين ولكن دون وجود كتاب مستقل بذاته تتجدد هجمات الكلاب الضالة في كل مرة لتعود إلى الواجهة وحديث الشارع الأردني بين تصريحات من الجهات المعنية بحل المشكلة عبر تطبيق برنامج ABC وتخصيص مناطق للإيواء وعرض الملف على الطاولات للنقاشها دون جدوى والجديد فرض الكلاب الضالة على شوارع بعض أحياء مدينة إربد نوعا من منع التجول لما تثيره من ذعر بين المواطنين وقد سجلت أكثر من ألف حالة عقر منذ بداية العام الحالي عادت أزمة الكلاب الضالة إلى الواجهة مجددا بتسجيل هجمات ضارية في إربد أسفرت عن عقر ثمانية عشر مواطنا في يوم واحد بينهم ثلاثة أطفال وسيدة ليصل عدد حالات العقر في قصبة إربد وحدها لأكثر من ألف حالة خلال تسعة أشهر راجع قسم الإسعاف والطوارئ في مستشفى الأميرة بسمة تعليمي يوم أمس تسعة حالات لعقر كلاب ضالة تم تخديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم وتم إدخال حالتين للمراقبة والعلاج كما تم تحويل سبع حالات للمتابعة في قسم الصحة العامة لأخذ المطعيم اللازم وهاجم كالبون ضال عامل وطن قبل أن يعقر طفلا أثناء عودته من المدرسة وطفلا ثانيا أثناء لهوه أمام منزل ذويه كما عقر طفلا ثالثا أثناء عودته إلى منزله وهاجم عدة منازل وعقر سيدة كانت تحاول الدفاع عن أطفالها كنت قاعدة بالبيت أجأ ابني علي فات كله دم بيحكي لي عضني كلب فلبست وطلعت لبره عشان أشوف بنتي الثاني كانت برا فمجرد ما فتحت الباب أجأ الكلب هاجم علي وأجد جيران يعني وفزعوا لي شويك ورح ابني كان رائع المركز حسته كانت بتبلش الساعة ثلاثة بعد المدرسة وبتخلص على الستة على الستة المساء وهو مروح بهجم عليه الكلب وبلش يعض فيه من إجراء وكان بده يلحق من ذانه لو لما هجموا عليه اثنين واحد مسك حجر وصار يخبط ابني مكين موسى فيومي وديتهم يحلق وهو وأخولي كبير وكنت أنتظر فيهم على الشباك لما إجاب الدفوت على البيت هجم عليه الكلب لو لأخولي كبير برضه ما دافع عنه كان أكله عن جد رعب يصابتنا صدقا صدقا ما عمري حسيت بهيك شعور بلدية إربد تقر بعدم قدرتها على مكافحة الكلاب الضلة وطالبت الحكومة بتحمل مسؤولياتها مشكلة الكلاب الضلة ومشكلة تؤرق البلد البلديات بشكل عام غير قادرة على التعامل مع هذه المشكلة أو تفوق إمكانيات البلديات بدون تعاون من الحكومة بلدية إربد قدمت قطعة أرض مساحتها 20 دنم من أجل جمع هذه الكلاب ولكن بحاجة لتمويل وبحاجة لدعم حكومي للأسف الحكومة لا تقدم تعاون في هذا الموضوع ولا تولي اهتمام لهذا الموضوع وازداد انتشار الكلاب الضلة بعد القرارات الحكومية التي منعت البلديات وتحت طائلة المسؤولية القانونية من قمص الكلاب منذ أكثر من أربعة عوام وقررت جمعها ضمن حواد خاصة لكن البلديات لا تستطيعوا تأمين مخصصات لها زيادة الصلاة رويا ترجمة نانسي قنقر